تيتشات شايد نحن الجمعية منساعد العيل والأطفال اللي هن بحاجة مدية لمتابعة تحصيرهم العلمة من خلال التكفل بكافة المصاريف المتعلقة بدراستهم يعني نحن مندفع رسم التشجير رسم لجنة الأهل كتب القرطسية مواصلات اللي هي عبء كبير على عدد كبير من الناس باللبنان العالم تفكر انه العلم ببليش لانه في عنا مدارس رسمية ولكن في كلفة كبيرة للعيل المحتاجة اللي مرات ما فيها تغطية وهون نحن منلعب دورنا انه منتواصل مع هالعيال ومنساعدهم لندفع كافة المصاريف متعلقة بتعليم ولادهم خلال ثلاث سنين كم طفل ساعدتوا؟ أول سنة علمنا مئة تلميذ تاني سنة أربعمائة تلميذ والسنة حطينا ستمية تلميذ بمدارس رسمية بكافة أنحاء لبنان مين اللي بيدعمكن؟ بيدعمونا مؤسسات بنوكي أشخاص أفراد في ناس تدعمنا ماديا يعطونا مصاريف في ناس بيعطونا مساعدات عينية يعني بقدمونا قرطسية كتب شنط لباس مدرسي وفي ناس بيدعمونا معنويا يعني مثل حضرتكم هلأ على التليفزيون كيف بتنقل الأطفال اللي بتكن تساعدون هل من شروط معينة؟ أكيد نحنا منتواصل مع مدرى المدارس الرسمية ومنشوف ما عندهم نتسروا بالمدرسي يعني هالتلميذي اللي كانوا عندهم بالمدارس وتركوا لأسبيل حاجة مادية منتواصل مع الأهل ومنضمنوا نحنا رح ندفع كافة المصاريف لوليدهم ومنرجعهم على المدارس ومنضلنا معهم لينتهوا من دراستهم ومنتعامل كمان مع مراكز هل تتابعوا بين نتائجون دنا ستزينا يعني إذا حسيتوا الطفل في عنده مشكلة بما كان ما بتتابعوا معه ولا لأ بس حاليا لهلأ بعدنا ما بلشنا نعمل الدعم خارج إطار المدرسي ولكن هيدا واحد من الأهداف اللي عنا إياها بالسنين القادمة ومثل ما قلتلك كمان نحنا متواصل كمان مع مراكز شؤون الاجتماعية في برنامج العيال أكثر فقرا كمان نحنا مناخد هالعيال يعني الدولة بتدعمهم بغير إشياء بتدعمهم بالمجال الصحي والموني والأكل وهيكي فنحنا مناخد الولاد ومنسجلهم بالمدارس لحتى يكفض حسينهم العلمي ما يعدوا بلا علمه بلا علمون شو النتائج الحققتوا حتى اليوم شو لمستوا غير إنكم عم بتساعدوا اليوم أكثر من 600 شخص أو 600 طفل ولكن كيف عم بتشوفوا انعكاس هالإيجابي وهالنجاح اللي عم بتقوموا فيه شوفي نحنا بعد صارنا ثلاث سنين يعني بعد ما لمسنا ثمرة شغلنا ولكن إن شاء الله بهالكم سنة نلمسع كل الضوء بش ما طالعين على الضوء يعني ما ما طالعين كتير هلأ صلنا يلأ لما أنا بالصدفة هيكي عم بقرأ الخبر قلت بشوها جمعية عيدة المهمة إنه يعني عم بتشتغلوا عمل خيري كتير حلو وما عم بتصلطوا الضوء عليك بلا شوية شوية عم نصلي ضد الضوء هلأ مثل ما انت قلت يعني طلعنا عكذا تليفزيون كان عنا الإيفان تبعنا كان كتير كبير 600 شخصية حضرته ورح يتغطى من كافة وسائل الإعلام وبذات الوقت عم نتواصل كمان مع الوزراء ومع النواب كرمال سن قوانين ومراسيم تطبيقية للعلم الإنزامي باللبنان يعني شوية شوية عم نمشي مثل ما قلتلك نحنا صارنا ثلاث سنين أول سنة كان بس مجهود فردة من الأعضاء لنحط 100 تلنيز وقبرنا بهالسنتين لست 100 تلنيز كيف جيت الفكرة؟ الفكرة بلشت كرمال أطفال الشارع يلي بتشوفين حواليك وبلولك قلبك ما بتعرفش بديك تعملي فيه هلأ شو عامل فيهم مثلا؟ أطفال الشارع المشكلة عندنا القوانين باللبنان نحنا باللبنان ما كان عندنا قانون إلزامية التعليم نزيت بال2011 ولكن ما في مراسيم تطبيقية يعني بعد وله هلأ حبر على ورق ونحنا هدفنا وعملنا وبنتمنى من الرسميين أنه يحطوا هالمراسيم التطبيقية لحتى نجرب نخفف من هالزاهرة يلي هي تسول اليوم من بعد ما عم بتشوفوا هالكم من النازحين من هالكم من الأطفال يلي أنا شخصيا عم بقدر شوفهم مثلا كل بين كل متر ومتر في ثلاث أطفال نيمين على الأرض بتحسي راح تعبك دعان أنه أنت أسستي هيدا جمالية لتلمي أطفال الشوارع فجأة بيجيكي ملايين من الأطفال معيبينهم صحيح نحنا قول ما بلشنا عملنا كنا عم نقول أنه حيالله طفل بلبنان نحنا بلنا نساعده عايش بلبنان وبلشنا من كافة الجنسيات ولكن هلأ مع هالزاهرة يلي هي صارت أكبر من البلد مش بس أكبر من جمعيتنا شي بي شي مخجل ومحزن وبيدمي القلب يعني واحد ما بيعرف وين بده يبلش حاليا نحنا عم نساعد ما عم نقدر نفوت يعني ونساعد الأطفال يلي على الشارع يلي هني غير لبنانيين ونزحوا بس شي محزن كتير الدولة ما قادرة تقوم فيهم إن شاء الله العالم يتطلع فيهم ويجرب يساعدهم ويقدر بيقولولك ما في عنا محل الدولة شو بدنا نعمل فيهم ما هو هادي مشكلة مش مشكلة لبنان يعني هي مشكلة أقوم من لبنان حتى عالمية شو الخطط المستقبلية لتيتشياتش هاي؟ نحنا مثل ما قلت هدفنا سنة الجاية 800 تلميز وكان عنا الإيفنت واجينا كتير دعم من كافة اللي حضروا الإيفنت ومؤسسات اللي دعمتنا والسبونسورز والخمس سنين هدفنا للخمس سنين ممكن عنا ألف تلميز بكافة أنحق لبنان وإن شاء الله نصل له بعد سنتين نحن قموا بنشاطات معينة مثل هالعشاء اللي قمتوا فيه؟ نحنا كل سنة عنا عشاءنا سنوي فقط عشاء واحد عشاء واحد سنوي كبير ولكن خلال السنة منقوم بكذا إيفنت صغيرة منعمل حملات توعية بالمدارس الخاصة وبالجامعات الخاصة لنوعي هالجيل الصاعد على هالمشكلة اللي هي أنه في عنا في لبنان بعض ناس عم بيكبروا أميين وما عم بيروحوا على المدرسة ومنخلوهم هن يجربوا يعملوا مشاريع بمدرستهم اللي يساعدونا مادياً ولا يساعدونا معنوياً من خلال نشر أهدافنا وبالجامعات كمان مين الأعضاء؟ نحن عشرين ستة أعضاء لا ذكور؟ بعد لهلأ ما في ذكور ما عندهم يدعمونا قادرين تتفضوا عشرين سيدة مع بعض كلهم بقولوا ما بيقدروا يعملوا شغلاً لأستات مع بعض لا والله أستات أو ما بدون فيهم يعمل بدون نيه كل آياتكم ناشطين فقط أما عندكم أعمال مثلاً بمجالات أخرى وبتجتمعوا بهذا العمل فيه من كل فيه ستات عنده أعمال تاني وعم بتشارك معنا بالجامعية وفيه ستات متطوعين بس للجامعية نحنا بجامعيتنا كل العمل بعده تطوعي يعني ما عنا مصاريف لحيالها شي تاني كل المساعدات اللي بتجينا دغري بتروح دغري للتلميذ وهيدا شغلي بفتخر فيها إنه كل عملنا تطوعي وعم نقدر نقوم بكل هالعمل الكبير وهالمجهود الكبير بتطوع المساعدات ما بتميز بين طفل وبين منطقة؟ أكيد لا نحنا بنعطي دعمنا بمعزل عن الدين عن الجنس عن المناطق وعن التحصيل العلمي يعني حتى لو ولد في عندك جامعيات بتساعد إذا ولد متفوق ولكن نحنا بنساعد الولد حتى لو ما كان متفوق حتى لو كان عنده صعوبات تعليمية لأنه كل ولد بحق له أن يروح على مدرسة ويتعلم كل ولد بحق له على القليلة أنه يكون بمحيط بعدكم عم تحكوا عن التحرش الجنسي بمحيط صحي سليم يقدر يكون بعيد عن الشارع وعن الرزيلة وعن يتعرض لكيفة أنواع الأخطار في عندكم رسائل معينة بالجمعية أو أهداف راسمينا؟ يعني هدفنا متل ما قلنا أنه نقدر نحط قدمة فينا والتلميذ بالمدارس لحتى نطلعون يقدروا يبنوا هني مستقبلهم وهدفنا الهدف كل إنسان يمكن بالبنان أكيد شي بنفتخر فيه يعني أو ما بتروحوا بتشوفي هالتلميذ يلي صار لهم معنا ثلاث سنين يلي هولي كانوا من قبل أميين ما رحوا بحياتهم على المدرسة يبين أمي تتواصلوا معنا على سعيد شخصي؟ نتواصل لأنه مثل ما عم بقلك نحنا بعد عملنا كله تطوعي نحنا عم نكون فيه نحنا عم ننزل على الأرض ونحنا عم نشوف التلميذ وعم نسجلوا نحنا عم التائفيون ونحنا عم ندرسهم فيليتهم فأكيد فيها فيها فخر فيها اعتزاز كتير وفيها قربة يعني هني بحسوا أنه في ملجأ معنا هالأشخاص يلي ما كانوا الأهل يلي ما عندهم حدا مرجعية يروحوا لعنده ويطلبوا مساعدة عم بحسوا أنه صار عندهم مرجعية على القليلة تأمن لهم مستقبل أولادهم وعلموا أولادهم بدي أتمنى لكم كل التوفيق شغلكم كتير حلو الله يكون معكم وإن شاء الله بتكبر هالجمعية وبتقدروا تساعدوا أكبر عدد من الطلاب وتتوسعوا بغير أمولتعنا بالطالب وبمصلحته شكرا لعليك ومشاهدين أبريكم نتابع